دات المنديال قلت لكم ان اكتر منتخب عربي ممكن تضع فيه ثقتك للتأهل لدور 16 واحسن منتخب عربي بيعرف ازاي يلعب المنديال هو منتخب المغربي عبر التاريخ المنديال المنتخب المغربي هو اسكى منتخب عربي بيعرف يلعب في دور المجموعات المنديال ودائما نتائجه مشارفة ربما يعني باستثناء نسخ 94 لكن بقية النسخ هتلاقي المنتخب المغربي يقدم فيها اداء اكتر مرة النهاردة منتخب المغربي بيكرر انجاز نسخة 86 في المكسيك ويحتل صدارة المجموعة على حساب منتخبات كبيرة وبنتكلم كبيرة بالفعل كرواتيا وصيف مونديال 2018 بلجيكا المصنف التاني على العالم منتخب المغربي بيتصدر مجموعته على حسابهم لسة 80 تصدر على حساب انجلترا على حساب برتغال ساعتها كان منتخبات كبيرة وساعتها كان في بولندا اعتقت المتخبات كبيرة ساعت المتخب المغربي ساعتها اخد المركز الاول برضو على نفس الشاكلة المتخب المغربي بيكرر انجاز السنائي دي بعد انتصار النهاردة على المتخب الكندي بهدفي الهدف واحد والوصول لنقطة السابعة والانفراض بصدارة المجموعة المتخب المغربي النهاردة لعب لعب اقتصادي بحت لعب الفوز لعب اللي يجيب تمنه اللعب اللي يجيب تمنه مفيش حمال زيادة مفيش يعني خجل في جراءة بس مفيش اندفاع كل حاجة ببساطة معمول حسابه الشوت الاول المتخب المغربي وليد الجراجي اللي يعمل بطولة اكتر من رائع مع المتخب المغربي لعب بطريقة المعتادة الاربعة ثلاثة ثلاثة ويقدر ان هو يوصل لمرمى المتخب الكندي ويتقدم في اكتر مناسبة ويقدر ان هو يستغل الاندفاع النهاردة منتخب الكندي يلعب له الشهرة منتخب الكندي ولا عايز يتأهل ولا عايز حاجة هو الفرقة دي بيتم اعدادها لمونديال الفين ستة وعشرين اللي ان شاء الله هيتلاقيه في كندا وامريكا والمكسيك وبالتالي يلعب بطريقة مفتوحة شوفنا المتخب الكندي بيلعب اربعة اربعة اتنين فلات والدفاع متقدم للغاية المتخب المغربي ملعبش معهم لابة استحواز ملعبش اوبن جيم فضل واقف وبيلعب على النيرمي الكراط ورا تقدم الاجنحة النهاردة الفونسو ديفيز مش كان عادة بيلعب فول باك لا بيلعب جناح لان كان المتخب الكندي بيلعب مباراة هجومية وكان عنده واضح ان هو عنده بعض الافكار التكتكية كان عايز يطبقها الافكار دي في وجهة نظري فادت المنتخب المغربي اللي من اول خمس ده وجد نفسه طبعا متقدب دي جاب الهدف مفووش اي تكتك مفوش اي حاجة غير النهاردة حكيم زياش بالمهارة بالزكاء استغل خطأ حارس الكندي واللي غلط في الكورة وحط له الكورة لوب من فوية عشان المنتخب المغربي يتقدم هدف التاني هدف نصيري هو اللي فيه بقى اللعب هو اللي فيه زي تفهم المنتخب المغربي عايز يامي المنتخب مغربي ببساطة سايب الكورة للمنتخب الكريد يامي اللي هو عايزه وهوب اول ما الاتنين يتم يقدمه لقدام يبدأ نصيري ياخد المساحة المبيل المساكين وتتلعب له الكورة في ظهرهم ودي بانت قوي 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 في الهدف التاني برضو هاجمات المرتدل المنتخب المغربي بانت انها بيتلعب على ظهر مساكين منتخب كندا وقدر المنتخب المغربي ياخد ضربات سبتة كتيرة منها طبعا ضربة سبتة جيب منها هدف التالي ولكن سوق الحظ يعني كان فيه التسلل اللي حصل القرار كان سليم بس وليد عمل مباراة فانية زكية لعب على قد علم على قد عرف ازاي النهاردة ان هو ما يدخلش نفسه مفاجآت عرف ان هو النهاردة المباراة دي ربما احنا اه يتقال ايه المنتخب اللي يكسب بلجيكا سهل جدا جدا ينزل يكسب كده لأ فيش الكام ده في الكورة فيش الكام ده في المنديا كل المباراة صعبة فانت عايز تلعب لعب اقتصادي عايز تلعب لعب يجيب تمنه ايه اللي النهاردة التاخب مغربي يتقدم بهدفين وطبعا في كان فيه سوق حظ فيه الانجول اللي حصل طبعا بعض العرضية الخطيرة لالفونسو ديفيدز ودخل المنتخب المغربي اتنين واحدة شغل تاني بقى ممكن يبقى فيه بعض الكلام على التراجع المنتخب المغربي ده اتراجع بشدة للخلف وشوفنا ان اشرف حكيمي كواحد من الاوراق الهجومية المنتخب المغربي يتكلم على فول باك على الجبهة اليومنا ولكن بنتكلم ان برضو تم التراجع اه هو فول مدافع ولكن عنده يعني مميزات هجومية واحد الاولاء الهجومية سواء في فريقسة جيمان او في المنتخب بدأ يقف بدأ المنتخب يحاول ان هو يصمد في الخلف حفاظها عن نتيجة بدأوا يصدقوا ان احنا رايحين معربين من الصدارة وده شعور اكيد اكيد اي الطبيعي ايوة اي حد هيتفرج لا حاول انك لازم لازم توازن ما بين الدفاع والهجوم بس ساعة يا جماعة اللعيب برضو بصراحة يعني في الملعب بيبقاش قادر ان هو يعمل الكلام ده قرب الانتصار وقلب الفوز بيخلي اللعيب حذر خايف هو في ايده حاجة خايف يفقدها ده احساسي شعوره التاني والحمد لله بكل الامام والحمد لله الحمد لله الكرة اللي كان فيها توفيم من رب ما سبحان الله تعالى كبير جدا جدا كل العرضية المتخب الكلام دي الكرة يعني شعرة حفت على خط المرمى عشان الجهاز ما يصفرش وما يديش هدف انتو عارفين تكنولوجيا خط المرمى فيه اول ما الكرة بكامل محيطها بتعدي الخط المرمى الجهاز بيدي في ساعة الحكم ويه بيحسب الهدف الحمد لله انه هو مجدش والكرة وقفت على شعرة عشان المنتخب المغربي يقدر يقتنص الصدارة صدارة مستحقة صدارة من اكثر منتخب انا بسط فيه في المونديال صدارة لمنتخب لعب بشكل واقعي عارف امكانياته الفريق كله قدم يعني ما عنده وقدم كل الامكانيات اللي عنده ان شاء الله ليه لقى ليه لقى نصنع انه فجأة احلمنا تطلع ليه تموحاتنا ما تبقاش نحن نروح دور التمانية كل التوفيق لمتخب المغربي والف والف مليون مبروك للشعب المغربي كله الفرحة دي فرحة مستحقة لمنتخب تعب ورب سبحانه وتعالى وقف جبه وداله التوفيق شكرا جزيلا لكم كنت معاكم كنين بسعال اشتركوا في القناة